ماذا نقول لكم؟ هذه تحفة من التحف الفنية، هذه نادرة قليلة، هذه شيء حاجة ما ديراج، ماذا نقول لك؟ هذه من الأمور اللي بدأت تنظر، قد تبشي، أو قاعد لها الإهمال كنحاول نحيوها، هذه الصفة الطبيعية، الآن نقاوم الإنقراض لكي نحفظ على هذه السلالة من السلالات اللي كانت 18 رأينا ولي كانوا يلبسوها هذه اللي هو الأولي، لأننا والناس اللي سبقهم، لما شخم واحد غادي يشوف هذه، كل واحد شيء يقول، هذه فيها تقريباً جوج الكيلو، أرى جوج الكيلو، الصوف الطبيعية، من الخرف الخالص الأسود أو القهوة، فيه شوية دي القهوة، كتجمع ما بين المسلولة، وما بين الشخمة، ما بين المسلولة، وما بين الشخمة، وما مدرزاش فوزال بالمناسبة، هذه من الباب الأمانة إلى غر داري، هذه تحفة الفنية، اللي هي صبيقة الرحمن، اللي هي طبيعية، لا تشمرها، تطلع ريحة طبيعية، طبيعية مخدومة بأناميل، لدي الصانع التقليد، ومجموعة واحد العدد كبير دي الخرفان، اللي هو ما عندهم صوف سوداء، أسود، لكي تعطينا هذه اللوحة الفنية، والذلك، رغم الحروشية ديالها، ورغم هادك ديالها، إلا أنها، أنا صراحة، وللأمانة تصل بها عدد كبير ديال الناس، وكي وصيهم أنه يبشي يقلب على صوف ما يكون فيها البوليستير، هذه رغم ما فيها بوليستير، صوف طبيعية صرف، اللي بتصلح له العلاج، وتصلح له الجسم دياله، وتصلح به رأسه، باش يحاول ما أمكان باش يوصلش لكل حالة دي، ولذلك ركات تعرفوا، جميع الألبسة الآن، كتصف في واحد نوع ديال البوليستير إلى غرداني، كلاف القيام وإلا فهذا، هذه صوف سافية، خالص، البوليستير، هذه كتصف ديال السبغة الرحمن ومطابعات الحل، اللي بغاها هي قليلة، منقولون شها راكينا عندي واحد العشراء، ولا عشرين، ولا خمستاش، شي قليلة جدا، اللي بغاها راكينا شيعينات منها، مرحبا بكم، وهذه ديال أحد الزبائن سيردوان من مدينة سيديقاسم، هذا عشاق، يقلب على البيوت الطبيعي، صراحة يخلي منطح في الدك، خليها لي، من طبيعات الحل، هي وجهة سيردوان، ما نهضرش على الخياط، أمور الله مبارك، ترى أن اللي خصد ديالي هو المضمون، المضمون شنية ومشي والخياط، هو الصوف، من طبيعات الحل، هذه الصوف اللي بغاية يطالف راسول، اللي بغاية يدرش حاجة بيوت طبيعية، تبارك الله،